أحمد والبطة كان يا مكان كان طفل اسمه أحمد يعيش في قرية مبنية من طين تحيطها أشجار الزيتون والتين بيوتها قد صفت باستحاب كانت قرية بسيطة يا سلام لكن الحب مزروع فيها والخير لعم أهاليها وأحمد له من العمر أربعة ومن الإخوة والأخوات سبعة قد عاشوا في بيت دافئ صغير وناموا على فراش من الحصير ونامت مع أحمد بطة صغيرة كان يحبها من كل قلبه يلعب معها ساعات طوال وقفت الأم محتارة في أمرها نظرت إلى صغيرها ثم قالت يا أحمد إلعب مع بطتك خارج البيت إن بيتنا صغير لا يكفي لخزانة وسرير حمل أحمد بطته الصغيرة قاصدا ساحة القرية ولعب هناك لحظات مع البطة ألعابا جميلة لكنها كانت لحظات قليلة فقد أزعجته العربات والسيارات والجرارات والجرافات فكادت تدوسه مع صديقته فتقضي عليه وعلى رفيقته عاد أحمد إلى البيت غاضبا ووجهه من الخوف يبدو شاحبا قص على أمه قصته وعاد يلعب ثانية مع بطته لكن والدة أحمد غضبت ومن اللعب نسعجت وطلبت ثانية من أحمد اللعب خارج البيت احتار أحمد ماذا يصنع؟ وخضرت على باله فكرة أحضر ورقة بيضاء ومواد تلوين صفراء وزرقاء وخضراء ورسم عليها بركة مملوئة ماء وأشجار باسقة في الفضاء ورسم الشمس الصفراء في السماء وقال للبطة تعالي نسبح معا في بركتي فهي على الأرض جنتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر